الحاجة التانية انه بيحسب الحاجة جدا تلاقيه بيحسب ديني مواقف كيها دكتور عام يعني تلاقيه مثلا وانتوا قاعدين فور اجزامبل بتتغد لازم يراجع تشوف ايه ده زوده دي دين الاشارات دي مهمة لانه الدقة في انه هيطلع القرش ازاي ويفنت كل حاجة بتفاصيل مفصلة ده شيء موزعك طبعا لانه ده هيحسبني في يوم الايام اه ده في يوم الايام هيجي حسبني حلوة النقطة دي انه هيجي حسبني زي ما هو بيحسب كده وانا بقعدة بتفرج كده ما هيجي حسبني انا ايه بس انا برضو عايزة يعني استفسر اكتر ما هو ممكن يكون بيجيله الشيك عادي زي ما احنا برضو كستات بيجينا للشيك عادي في اي مطعم او اي او في الكوافر او في اي حتة فببص في الشيك برضو يعني اللي هو انا هدفع كام طب ده ايه ده مش معناه برضو ان انا لو هو اركز في الشيك انه هيبقى بخيل التفصيل اتزيني التفصيلة التانية التفصيل الزايد عن الحد الدقة في انه يدور في التفاصيل ده مزعج لانه هيدور في تفاصيل شريكة الحياة وهي برضو لو هي دقيقة في التفاصيل هتدور في تفاصيله بشكل قوي التدقيق في التفاصيل هو مستقبلا نوع من الحصار والحصار نوع من البخل نوع من التقييد الحصار نوع من انواع البخل انا اعترض في الحتة دي دكتور عمر وانا معاك برضو الستة لما بتحب بتحاصر جوزة بتحاصر خطبة بتحاصر حبيبها انا لما بحب ببقى عايز اعرف كل تفاصيلك رحت فين جيت مينين كلت ايه رحت الحلاقة طب ليه الحلقة الجديدة دي طب انت نوي على ايه طب انت هتجي في الشغل ايه طب انت هل مرتبك ايه دنيتك ايه يعني الستة دايما بتعمل حصار بس حصار عاطفي هل ده بخل ده مش حصار اه ما برضو يعني عشان ده مش حصار فيه فرق بين المحبة والحصار المحبة مدياني جزء من الراحة والحرية اني اقول اني احكي لشريكة حياتي اقول لها انا رحت وعملت وقابلت وسويت الحرية ان انا برجع له واقول له مش النهاردة كلمت فلانة وقابلت فلان وعملت كذا دي حالة من الحرية المتبادلة جزء مهم من انجزاب الناس لبعض تبادل افكارهم ومشاعرهم وتفاصيل حياتهم امين اي شركاء حياة والتجبر بتبتدي من الاصدقاء والمعارف وتنتهي في شريك الحياة اللي هو شريك العمر الزوج او الزوجة بنزود فكرة الارتباط ده بان احنا بنتبادل اللي حصل لنا عملنا ايه وروحنا فين الرغي ده هو مش حصار السؤال مش حصار انما الحصار اللي له وش تاني اللي له وش جامد في فرق بين اني اسأل السؤال بمحبة واني اسأل السؤال بسيطرة اشتركوا في القناة